الحذاء التقليدي الكردي الجيوة أو كلاش كما يسمى باللغة الكردية هو نوع من الأحذية التراثية المصنعة يدويا التي يحافظ الأكراد على لبسها في مناسباتهم وعيادهم إذ يعتبر مكمنا لزي الكردي التقليدي أعمل في صناعة الكلاش في السليمانية لأكثر من ثلاثين سنة أعمل في هذا المجال وورثت هذه الصنعة من أجدادي نصنع الكلاش لجني الرزق وحرفة في الكلورية قديمة في مناطق السفوح والجبال الوعرة منذ القدم ويصنع الحذاء من أربعمائة قطعة صغيرة من القماش الخام تجمع وتربط مع بعضها بقوة الضرب لإنتاج الكعب الأساسي للحذاء ليكون باردا صيفا وحارا شتاء بسبب طبيعة الخامة التي تدخل في صناعته إضافة إلى خفة وزنه نستخدم في الحذاء ألوان ثلاثة الأبيض والأزرق والأحمر ليستطيع الصانع من تحديد الحجم والقياس أما القسم العلوي من الكلاش فيحاك بخيوط القطن بصورة بيضوية وبعدها يوضع قالب ليأخذ قياسها الصحيح عملية صناعة القياوة تتطلب الدقة والحرفية إذ تستغرق صناعة كل زوج من هذه الأحذية نحو عشرة أيام كما يقول صنعها وقد أدرجت منظمة اليونسكو هذا النوع من الأحذية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي حسب اتفاقية صون تراث الشعوب شكرا